نعم أعتقد أن احتمال التقسيم وارد ووارد جدا حقيقة بسبب التعقيدات على الأرض الليبية لكن أنا أرى بأن التدخل الروسي هذا التدخل ربما يكون حاسما لصالح خليفة حفتر على وجه التحديد ورأيناه يستقبل مثل الزعماء في موسكو عندما زارها قبل أسبوع وأيضا نجد أنه استطاع أن ينسج تحالفا عربيا قويا حيث يحظى بدعم مصر وبدعم دولة الإمارات العربية المتحدة وأعتقد أن هذا الدعم ربما يرجح كفته عندما نتحدث عن التوازنات الأخرى في الملف الليبي على وجه التحديد روسيا تريد أن تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية التي خدعتها عندما استصدرت قرار من مجلس الأمن الدولي يقول بأن التدخل العسكري سيكون لحماية المدنيين وفسرته الولايات المتحدة لاحقا على أنه تغيير النظام فأنا في تقدير دخول روسيا ربما يخلط الأوراق مجددا في ليبيا ويعكر المياه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحكومة السراج على وجه التحديد لكن في تقدير أوراق خليفة حفتر تتعزز بالدعم الروسي وبالدعم المصري وعلينا أن نضع في اعتبارنا بأن التحالف الذي تقوده روسيا في سوريا هو أصبح صاحب الكفة العليا في الموقف السورية وحسم معركة حلب وإذا استخدم الروس نفس التحالفات ونفس الطريقة في ليبيا ربما يكون لهم دور كبير في على الأقل إذا لم يكن تنصيب حفتر رئيسا لمجلس رئاسة سيكون ربما تدعم وجوده في المنطقة الشرقية وبنغازي على وجه التحديد كبداية لإعادة دولة برقة بطريقة أو بأخرى تحت ملكية تحت جمهورية لأحد يعلم حتى الآن